التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت تاجرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الريتري أسياس أفرقي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات ركزت على تنشيط التبادل التجاري وتعزيز التضفق الإثثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الإريتري في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر حيث نقش الرئيسان ما تشهد هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة كما تم التجديد على ضرورة تواصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة هذا وقد تباحث الرئيسان بشأن تطورات التي يشهدها القرن الإفريقي حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى جينيف للمشاركة في أعمال الشق الرفيع المستوى لدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذا الشق الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح ومن المقرر أن يلقي شكري بيان مصر أمام الشق الرفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات التي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتدعيتها على مناغ حقوق الإنسان العالمي وعلى رأسها تدعيات الحرب الجارية في غزة وعلى أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تسببت في ضمار غير مصبوك يحتاج إصلاح عقودا من الزمن وأضافت المنظمة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض وركام في غزة سيستغرق من ثلاثة إلى إثني عشر عاما ذكر بيان مشترك أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات على ثمانية عشر هدفا تابعا لقوات الحوثي في اليمن وأضاف البيان أن الضربات غطت ثمانية مواقع باليمن وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أن قوات الحوثي ستواصل مواجهة ردود على هجماتها ضد صفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة وقال أستنى في بيان إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات حسب الحاجة للدفاع عن الأرواح وعن التضفق الحر للتجارة في أحد أهم من موارات مائية في العالم تظاهر ألف الأشخاص في أوروبا تعبيرا عن دعمهم لأوكرانيا في الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية ففي ألمانيا تجمع نحو خمسة ألف شخص في برلين حاملين أعلام أوكرانيا أو لافتات كتب عليها دافعوا عن أوكرانيا وسلحوا أوكرانيا الآن وفي فرنسا تجمع أوكرانيون وفرنسيون في عدة مدن تعبيرا عن تضامنهم مع أوكرانيا وعربوا عن قلقهم من أن قوات كييف تفتقر إلى الأسلحة وذخير وتواجه وضعا صعبا في مواجهة القوات الروسية شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على ضرورة أن تكون الدول الغرورة أكثر جرأة بشأن مصادرة الأصول الروسية التي جمدتها بعد العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في عام 2022 وضف سوناك في مقال نشر في صحيفة ساندي تايمز أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المسيرة والدخال بالإضافة إلى مساعدات أخرى لا يجب أن نسخل إلى ذلك ونحن نغطي بشأن المدى هذا هو مجرد جداً، ليس كطيراً ختم ومجازأت تاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكراً